السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله لجميعكم بخير حصل من كام يوم خصوف القرن للمرة التانية في خلال ثلاث سنوات مع فارق بسيط وده كان مدته ثلاث ساعات ونص ولكنه أطول خصوف جزئي في القرن ومن بداية الخصوف حتى انتهاءه كان ست ساعات وديئتين وكلنا فاكرين الخصوف اللي كان مدته ست ساعات ونص تقريبا من كم سنة وقلنا المطلوب وقت الخصوف وبعده مباشرة وإيه الحكمة من خصوف الأمر مع أنه بيحصل كل سنة أو كسوف الشمس كمان وتوقيته بيبقى معروف لكن ده مش بيلغي ولا يقدر يضعف اعتقدنا كمسلمين أبدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جات بشأن الخصوف والكسوف وطبعا الواقع كمان اللي احنا عايشينه مع بعض من كم سنة أو السنوات اللي فاتت لما حصل أكتر من خصوف للقمر وكان نادر جدا وقلت ساعتها أنه بعد الخصوفات دي وخصوصا اللي العالم كله شافه واللي قلنا أنه هيكون عقاب على العالم كله وبما فيهم العرب لأننا حضرنا وشفنا الخصوف بالكامل اللي كانت مدته ست ساعات ونص وكان بالتحديد يوم 27 سبعة 2018 وده كان على دول العالم كله وكان اسمه خصوف القرن وكان القمر ساعتها يسمى القمر العملاق ووقتها المريخ كان ظاهر بالعين المجردة وكان لم يحدث هذا الأمر من مئة عام وسبحان الله بعدها بسنة واحدة وفي أواخر 2019 بدأ يعني تظهر أعراض كورونا في الصين وبدايات 2020 انتشرت للعالم كله سواء كان الأمر ده مدبر أو كان يعني غير مدبر فكله بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى قلنا برضو في الفيديوهات اللي فاتت وبنكرر تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخصوف والكصوف آيات أو آيتان من آيات الله يخوف الله بهم عباده فالمطلوب أن احنا فعلا نخاف نلجأ إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خصص للخصوف والكصوف صلاة خاصة بها فالأمر مش هين والصحابة الكرام وصفوا خوف النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم للصلاة والبكاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بدقة كاملة وقلت وقتها وبكرر الآن أن الخصوف مش مجرد صلاة وخوف وظاهرة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى وهتعدي الحقيقة أنه تحذير وتخويف من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لما بيخوفنا بآياته فبعد الخوف لابد يكون فيه أمر من ثلاثة أمور أن احنا نتوب يعني البشر أو معظم البشر أو حتى على الأقل المسلمين اللي عارفين الأمر ده يخافوا من الله سبحانه وتعالى ويتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فالله يرفع غضبه وعقابه أو أنه برحمته يعفو عنه حتى وإن لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويدينا فرصة تانية ويمهلنا من الوقت أو أنه ينزل العقاب لاستهتار الناس بآيات الله سبحانه وتعالى والتمادي في العناد أو عدم الانتباه أن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى واعتبرها ظاهرة يعني علمية وهتعدي فما بالكم إذا حصل أكتر من كده وحصل عناد أكتر وحصل ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى أكتر من مجرد الاستهتار علشان كده بنقول أنه إحنا الآن في عقاب الله سبحانه وتعالى وكلنا عارفين الكلام ده نسأل الله سبحانه وتعالى السلام ومع ذلك الآيات لما بتتوالى لا فيه خوف ولا فيه توبة ولا حتى فيه لوم للنفس وكأن النفس اللوومة دي مبقتش موجودة إلا في قليل من البشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم يعني لذلك الخصوف اللي كان من أيام بعده هيكون في عقاب على كل الدول اللي شافته وهنشوف فيها على وجه الخصوص بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعقابهم توارث وأمور كبيرة جدا هتحصل والله أعلم والدول دي بالتحديد أو الأماكن اللي موجود فيها الدول دي شمال أوروبا بكل الدول اللي بتضمها وشرق آسيا وقارة أستراليا والأمريكتين والمحيط الباسفيكي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الشمالية وزي ما بنقول وكل ما يندرج من دول أو أجزاء من الدول موجودة في المكان ده وشافت الخصوف بعنيها والحمد لله رب العالمين يعني الدول الإسلامية والعربية مش موجودة المرة دي في محيط رؤية الخصوف كمان عايز أأكد وأقول أن ماشيش أي علاقة بين حركة النجوم والكواكب والخصوف والكسوف بأي أحداث سياسية أو أحداث الأشخاص معينة سواء بتوقيت أو بتخصيص الكلام ده شرك وكفر وشعوزة اللي بقوله هنا واللي بتكلم عليه أمر إيماني ومبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الخصوف والكسوف آياتان يخوف الله به مع عبادة الحكمة من التخويف هو التوبة ولما بيحدث استهتار واستهانة بالآيات اللي المفترض إن إحنا نخاف منها فبالتالي الله سبحانه وتعالى إما إنه يعفو عنه بفضل رحمته أو ينزل على من شاهد آية التخويف ما يؤدبهم به نتيجة لعدم الخوف والاتعاز والكلام ده أنا قلته يعني عشان أبصريح معكم قلته في البداية عن فهم خاص بي ويعلم الله سبحانه وتعالى إني بحثت في الأمر بعد نشر الفيديو بالكلام ده فوجدته الحمد لله صحيح باتفاق العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى ولو كان مخالف كنت هتراجع عنه فورا لإني لا بجيب حاجة جديدة في الدين ولا أنا أحكم وأعلم من علماء الأمة بداية من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وانتهاءا بعلماء العصر خلاصة حلقة اليوم إن الخصوف ده خصوف جزئي أو خصوف القرن الجزئي خصوف مهم جدا وهننتظر والله أعلم اللي هيحصل نتيجة هذا الخصوف في الدول اللي كانت في نطاق رؤيته مع طبعا الاقتراب المخيف للنجم المتسبب في آية الدخان واللي بنتابع أحداثه من فترة والشتاء القادم الكارثي وآيات آخر الزمان فعلا القادم أعظم والسبيل الوحيد زي ما بنتكلم كل مرة وبننصح من كل هذه الفتن هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تطمئن القلوب وتهدأ النفوس كما هدأت نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في أوقات يعني من أشد الأوقات وأصعابها واللي احنا فيه يعني لا شيء يذكر من الابتلاءات اللي تعرضوا ليها وكانوا رضيين وفي سعادة كبيرة جدا بإيمانهم فعلا والله ما في حل في الابتلاءات والفتن المتلحقة إلا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون سبحانه وتعالى والمتحكم فيه صحيح كلنا ملاحظين أن الدنيا كلها بدأت تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى أو الأغلبية العظمة وبتتسابق كمان أنها تبعد عن الله وجزء كبير كمان من الناس اللي بتدعوا الصلاح والإيمان اتبعوا للأسف سنن اليهود وبياخدوا من الدين اللي بيتوافق مع هواهم وبعضهم بيتحيل على الدين كما فعلت أصحاب السبت من اليهود برضه وهيفضل في الآخر القليل جدا وده وقت التمحيس والغربلة الشديدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تخطي المراحل دي ويسبتنا على الحق بدأ الدين غريب وسيعود غريب فطوبة للغرباء اللهم اجعلنا وإياكم منهم بكده تبقى حلقة اليوم انتهت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى لا ننسى وصيتنا الدائمة بالاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة